بما أننا في هذه المجموعة فأكمل معاك فيها الأرجنتين وبولندا بولندا ظهور خافت صحيح سعود ولكن ظهور خافت فيها المنديل غير متوقع يعني كنتم تصورين تحديداً بولندا مع الدنماركة مع المنتخب السربي هيعملوا ظهور أفضل من كدامك خرجت خلاص بولندا صعدت النهاردة على الحروك روك زي ما بيقولوا يعني في منافسة عظيمة وكبيرة مع المكسيك النهاردة الأرجنتين كمان تعود مرة أخرى وحدة من المرشحين لألفوز بكأس العالم الأرجنتين بعد بداية وخسارة من المنتخب السعودي والناس قالت أنها ستبقى مشاركة صعبة جداً للمنتخب الأرجنتين النهاردة الأرجنتين بتسعد وهي في الصدارة طيب نتكلم على المنتخب البولندي هو تأهل قبيح يعني تعطفنا كلنا مع المنتخب المكسيكي حتى هو بيلاعب المنتخب السعودي بعد تباعد فرص المنتخب السعودي للوصول كنا في فترة بنشوف الإنذارات وصلت ل7-5 وكانت قريبة وكانت فكرنا مباراة مصر وجزائر في كاس العرب شفنا المنتخب البولندي منتخب ظهر بشكل قبيح جداً كل مواطن القوى بتاعته بالأخص في الجانب الهجومي لم يتم استغلاله لا ليفندوفسكي كان متحرر لا ملك لما كان موجود معه ليفندوفسكي استمر معاه فترة في الملعب بحيث يحرره لا زيلينسكي اللي متقلق مع نابولي متصدر الدولي الإيطالي ظهر بشكل كويس جداً أداء باهت من المنتخب البولندي النجم السبب الرئيسي في التقاول هو تشيزن بتصديق لركلتين جزاء واحدة فيهم كانت كفيلة بأن المنتخب البولندي يقصى من التأهل لحساب المنتخب المكسيكي اللي فارقت معاه لهدف واحد بس لو كان أحرزه في المنتخب السعودي عايز أقولك بس إحصائية كده تبين اللي أنا بقوله ده بمنطقة بساطة جداً المنتخب البولندي استقبل 23 تصويبة من المنتخب الأجنطيني منهم 12 تصويبة على المرمى في حين أنه هو سدد أربع كور بس ولا واحدة منهم على المرمى ده يقولك حاجات كتير قوي أن المنتخب البولندي منتخب عنده قدرات بس نصل الوقت المدير الفني بتاعه مش قادر يستغل قدرات دي لحساب التحفز الدفاعي في ملحوظة أنا شفتها البطولة دي والنسخة دي كريم من كاس العالم شفت أن كل منتخب غير فكره وغير طريقته عشان بيواجه مستوى أعلى منه الطريقة دي بتطلعه هجومياً وحش جداً ودفعياً وحش جداً الاعتماد على خطة التلاتة أو الخمسة اللي شفناها من منتخبات كتير جداً قدام المستوى الأعلى خسرتهم كتير قوي المنتخب المكسيكي لما شفناه النهاردة تخلى عنها في مباراة المنتخب السعودي واضح أن كان ليه أنياب هجومية وشفنا هيرفينج لوزانو نجمه ونجم نابولي كان ظاهر بشكل كبير شفنا المهاجم بتاعه هنري مارتن كان ظاهر بشكل كبير وكان يقدر في أكتر من كرة أنه هو يزود رصيده من الأهداف فالبطولة دي بتقول أن أنا لازم أبا بتعامل ند بند لازم مغيرش في كريتي أو مغيرش أسلوبي لمجرد أن أنا بلاعب فرقة من المستوى الأول وشفنا المنتخب المغربي المنتخب المغربي هو المثال اللي يحتزى به في البطولة دي يلاعب بلجيكا بلاعب كرواتيا أقوى فرقتين عنده مغيرش الفكر بتاعه عنده طبعا العناصر اللي بتقدي الخطة دي بشكل كويس وبشكل أن أنا منافس قوي بس الناس الوقت برضو شفنا أن الاعتماد عليها ما وصلش أي منتخب بيعتمد عليها لشكل كويس ويعني تأهل باستثناء بولندا اللي كان تأهلها تأهل زي ما قلت لك كان تأهل قبيح جدا